موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بقلنا كتير ما عملناش حلقة جديدة من تال بودفينك بطولة العالم عام 1960 لكن جه الوقت اللي نتفرج عن مباراة رقم 18 ونحن عارفين ان فيه 17 مباراة تلعبه والنتيجة حتى الان 10 سبعة لصالح تال اخر مباراة استطاع تال ان يفوز بها ويضغط صاحبنا بودفينك في موقف مش عارف يفلفص منه المباراة لو ما شفتهاش يعني هبقى سيبلك اللينك بتاعها في السلسلة او في الايفو يعني هتصرف ما نسيت احط اللينك بافكرني في التعليقات واشعور تال بعد من النتيجة بقت 10 سبعة هو شعور واحد اقترب من انه يبقى بطل العالم بودفينك صعب جدا ان هو يرىكوفر او يلحق نفسه من فرق 3 نقط كاملين عشرة سبعة ده رقم كبير قوي تلت نقط كاملين ان انا اخسر تلت مطشات وراء بعض او تلت مطش خلاص المطش بيخلص اللي هيجيب اتناشر ونص خلاص بقى بطل عالم يعني بودفينك عشان يكسب محتاج خمس نقط ونص تل عشان يكسب محتاج مقطتين ونص بس تعالوا نشوف في المباراة رقم 18 ايه اللي حصل ولو شوفت المباراة رقم 16 هتحس انها نفس المباراة تقريبا للنقل رقم سبعة او تمانية بدأ وزير من بودفينك ويلعبه نفس التفريع بالضبط اللي هو النمزو انديان ال A3 variation بتسأل سؤال للفيل وبتقول له انت هتاكل ولا ترجع وتسمح لي بالA4 ولا هترجع وتسمح لي بالB5B4 وازنه فيلك بالB4B5 وازنه فيلك ولا هتاكل ودي طبعا بستموف انك بتاكل وتعوج الستركشر بتاع البيادة مقابل ده الابيض معاه امتياز الفيلين ومعاه سنتر قوي من خلال F3 و E4 فعلى طول N-E4 ولعب عليها QC2 هت الحصان ولعب عليها F5 حميت هذا الحصان و N-H3 جديد بالذكر ان F3 على طول وحشة علشان الكش اللذيذة تلعب G3 او ام اديك واحدة يا حصان في بيدك تاكل اكل الرخ فالاول N-H3 بتحضر ل F3 في المباراة الرقم 16 اتلعب D6 ولكن تال لعب المراضي تبييت ومديها علامة تعجب شكرا لليتشيس انه بقى بيخلي علامة التعجب بتظهر مش بس علامة الاستفهام والبلندرات دلوقتي كمان بقت علامة التعجب والنقرات الحلوة ليها ايه علامة الخضر اللي انتو شايفينها دي تال مدي التبييت آآ علامة تعجب ويقول انا مش عارب بالزبط اذا كانت نقل دي ادق ولا دي 6 بس التبييت مهم جدا ولو تلعب نفس التفريعات بتاعة ال F3 وانا ارجع ممكن يلعب اي فور تيكس تيكس واخد هنا دي 5 يلعب كده ألعب نايت اي فور وممكن ألعب هنا بس اي فايف لو لعب حاجة زي كده نايت جي فور الرخ شغالة البادئ بص المنظر حاجة بشعة فمش متضايق خالص بصراحة ولكن افتكرت جدا ان بودفانيك له ماكشم المرشاط لعب فيها في الشكل ده C5 هل هيعمل كده المراضي فعلا عمل كده الانجين لا يعشق اطلاق النقلة C5 الانجين بيقول العب ال E4 يلعب تيكس ما تكونش بيدق في بيدق ولكن يلعب بش ب E2 تضحية بيدق بس يبقى معك امتياز الفلين والرقعة تتفتح وتتجودة ده كلام كمبيوتاري بحت اللي ان بيدق في بيدق بيدق برضو مش غلط يعني واحدة منهم بيش بيكتوه التانية صفار ودلوقتي E5 عليها تيكس يمشي ده التفريع اللي صفار اللي على الانجين ولكن اللي تلعب هنا كان ال C5 فكرتها ان انت عشان تتطور فمحتاج تلعب يا بي سيكس يا دي سيكس يا بي سيكس عشان الفيل ده يطلع وفي اي من الحالتين انا تخلصت من بيدق الراكب فعلا بي سيكس تلعبت وبدأ في بيدق تلعبت والقاعدة بتقول دايما كل الداخل إلا ان الكلام المنطقي بتاع تل بيقول بصراحة الاكلة للخارج هنا افضل وانا عشان كده عملت كده ليه افضل عشان بتفتح frontal pressure ضغط امامي على البيدق المتأخر ده هو لعب هنا E3 وبيقولك المفروض مش المفروض بقولك كان ممكن يلعب E4 ولكن كنت محضر له فخ كده صغرنا بيدق في بيدق بيدق في بيدق واضغط على البيدق الوسطي لو حمابي هذا الشكل رينجي بيقول احسن حماية 9G5 او 9F2 ولكن لو حمابي هذا الشكل عشان يبيت او ام تدي له واحدة حصن في بيدق ياكل بالفيل ادي له كيش يغطي ولعب فيل في فيل لو اكل بالوزير انا بدي له كيش هنا وتفوق كبير جدا بعد ما يمشي ولعب 9C6 ولكن هنا ما تلعبش E4 ولكن فقط E3 أوكي QC7 بدأت اضغط الضغط المشهور على البيدق المتأخر بيشب D2 ليه بيشب D2 ليه ما تلعبش بالفيل مثلا قالك والله اي نقلة هلعبها هيقوم لعبلي عليها بيشب A6 يكسر الفيل الجامد فانا هاخر خروج الفيل ده لحد ما هو ينوي يخرج الفيل على طول ولم مع بعض الضغط 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 temat بيدا السي معادش موجود تبيت العب بقى دي فايف يلعب هو سي فور اكل ياكل بقى فيه ضغط هنا انا مش مبسوط في الشكل ده بصراحة وبرضه كان عندي ممكن نلعب دي فايف هنا بس برضو مش حابب ان انا يبقى بيدقي كلها على ابيض وفيلي شغال برضو على ابيض فلعبت هنا نقلة ومديها علامة تعجب نايت اي ايت الانجين لا يرشحها اطلاقا بيقولك انا بدأت المنورة على مربع السي فور او يدفع البيداء دلوقتي ولكن لما دافع البيداء دلوقتي فالفيل بتاعي خارج بتمبو ضغط مباشر ودلوقتي كمان شوية هيلعب كده ويجيب الرخ كده وضغط كله على البيداء القطير ده روكسي وان حامل بيدا نايت دي سيكس ضغط على البيداء والتهديد الجاي هوب وهلوس هداخد البيداء يا جماعة فلعب كوين اي فور بيقول ان تال بيقول ان دي احسن نقلة وكوين بي ثري كانت تبقى اضعف شوية نتيجة ان انا هضغط على طوله على البيداء لو لعب سي فايف هاكل ياكل بالرخ ولعب كوين بي ستسو دي علامة تعجب ولما نكسر شوية التكسيرات دي البيداء ده هيكون ضعيف والحسن ده برا المباراة فالاسود احسن شوية وعنده حق فعلا الاسود هنا معت فوق سبعة من عشرة فتلاعب كوين اي فور بعيد عن الربطة وضاغط عشان لو انت طلعت اكل الفيل بتاعك وهنا بست موف الوحيدة اللي تحافظ على الايكواليتي انك تلعب كوين سي سيكس ومديها علامة تعجب فيه كمية علامات تعجب في هذه المباراة لانها هي اطول مباراة في السلسلة ليه دي احسن نقلة طب انت عندك اي تاني يعني ما هو كمان شوية لو انت اخترت اي حاجة تانية سي فايف جامدة اوي هبقى عايز قطعة ولو انت تخلصت من القطعة هاكل الاول وطالب وزيرك فالنقلة جامدة يعني سي فايف ده تهديد قوي جاي تعرف منين ده تهديد دوس على العلامة اللي انا قلت لك عليها بتاعة الفيديو الشورت هيقول لك فين يا عم التهديد اي هو مدي التهديد نايت افور واحدة ومدي تاني واحدة كينج اف تو مدي التالتة سي فايف في التفريعات سي فايف احد النقالات القوية جدا وموجودة في التهديدات بتدي تفوق واحد واحد من عشرة للابيض اوكي فهنا اتلعب كوين سي سي سيكس بيست موف وعليها كوين تيكس نايت تيكس بعدين بشب بي فور دي النقلة اللي كان معتمد عليها بوتفينيك وشايف انها هتزبط له المباراة لانك لازم تاكل لو مكلتش الحسام هيروح لانه مربوط على الفرق فانت لازم تاكل كون تيكس و سي فايف جاية بمجورتي عظيمة للبيادة على جناح الوزير ولكن تال في النقلة رقم 18 اللي هي النقلة الجاية قالك انا كنت شايف الكلام ده كله ومحضر تاكتيكال شوت يا سلام ايه هي بقى التاكتيكال شوت دي وقف الفيديو لايك لازيز وفكر يا ترى تال لعب ايه هنا يبوز بيه كل خطة بتاعة البيادة السريعة الفضيعة اللي بتجري دي انا هنتبر ان انت رجعت النقلة هي بيشب تيكس سي فور طيب لو كلب الفيل اربطه والروخ خلاص مربوطة ما ينفعش الفيل تحرك ولا هنأخوت فاكل بكش اكل طب 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 سؤال تاني سؤال تاني معلش طب افرد افرد هنا اخد قطعتين فروخ يعني كده 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 ايه قال لك كروك اف سي ايت هات الفيل الفيل يمشي قدي كش فضيعة يغطي ابدأ ألعب اي فايف اي فور والبدأ بيجد فوق اربعة للاسويت تخيل يعني مثلا بيشب بيثري بوم يغطي اي فايف بدأ سريع جدا والقطع ما بتلعبش اوكيي ما لعب في المباراة كان بيشب تيكس وربطه ام ادي له كش لازيزة جطة وبعدين طلع بالملك والملك تمان بيحاول يشارك في الاند جيم وبيحمي مربع الاي سيكس والتالي يلعب هنا ال اي فايف ويكتب عليها هير اي كم يعني انا جاي انا معايا بيدأ سالك وانا بصباح هنفتة اتعادل ما عافش بلعب على مكسب ليه هو بيقول كده بيدأ في بيدأ في بيدأ في بيدأ وبعدين كينج دي ثري اي فور مكمل ببيدأ بتاعي روك تيكس روك تيكس روك تيكس روك اي وان هات البيدأ وهنا لعبت نايت سي فور ودينا قلة بصراحة مش حلوة وانا اديتها علامة استفهام مش انا تال بيقول ان انا مش عجباني يعني ليه مش عجباه عشان هو ما بيلعبش عائل صغير هيكل البيدأ ويديله دبل وياخد الرخ مافش الكلام ده يعامل حاجبه كان الافضل ان انا قلعب روك اي ايت احمي واكمل مطشي وبرضو بيقول ان من النقلات المش حلوة اني قلعب حاجة زي جي فور عشان هيرجع ويبقى ضغط على البيدأ ده وضغط على البيدأ ده الانجين بيقول الشكل ده صفار بعد جيكس روك تيكس روك تيكس روك اللي يقول الشكل ده صفار بعد جي فور بيدأ في بيدأ بيدأ بيدق في بيدأ نايت وجي ثري سربع أحده على اثنين وبيدأ ده هيوقع يعني الانجين بده مليوش حل نايت سي فور تلعبت روك بي وان بيدأ بيجر لكن البيدأ بنسبة كبيرة هيوقع كمان شوية كيش طلع بعدين روك اي سيفن ركب البيضاء خلاص البيضاء ما عادش مينفع يراقي والإنجيل هنا مدي أحسن نقلة يا نايت بي تو تشيك يا جي فايف أحسن نقلة فجي فايف تلعبت ولكن تال كان قاسي جدا على نفسه ودها علامتين استفهام نقلة بلندر وكاتب عليها النقلة الانتحارية جي فايف ليه يا عم انتحارية ليه؟ قالك دلوقتي الاسود محتاج يلعب بدقة شديدة عشان يتعادل وإلا ممكن ياخد متات كيش هاتو ثبتتو بشكل فضيع وكمان شوية في تهديد كيش تستخبى جوه وارجع كده عايز مات ما بتتحلش فكر فيها وركز في الشكل كده هتعرف انها فعلا ما بتتحلش نايت بي تو تشاك كينج دي تو نايت سي فور يلا عايزين نكرر شوية معلش قالك أصل بودفينك مضغوط في الوقت فكرر الشكل مرتين بس في التالتة مشي يعني ناوي يكمل الماتش يا نا يا انت النهاردة بس بيحاول يلعب نقلات شوية علشان يقرب من النقل الرقم 40 فالوقت بتاعه يبقى مش مضغوط قوي أوكي هنا علشان تحمي المات اللي جاية كمان شوية لازم تلعب نقل دقيق جدا انا عايزك تفكر ممكن تمنع المات دي ازاي المات اللي جاية كده كيش بعدين يخش جوه ترجع كده وحاسب في حلين منطقيين حل اكتف وحل باسف الحل الاكتف وهو احسن نقل على الانجين واحسن نقل لعبها صاحبنا بودفيني تال هي روكسي سيكس وعلام التعجب تستاهلها يا عم تال علام التعجب فعلا في كده ببساطناك لو ديتني كيش وانا استخبيت وتروح كده ألعب اي فايف وخلاص ما عادش في المات يا السلام ماشي حتى لو انت كلت البيدق ده دلوقتي فانا كمان البيدق ده بقى خلاص فضيع يعني مين هيلحق البيدق ده لو انت كلت البيدق لو كلت كده ممكن اخد الحصاب اعتقد دي مش مات ولا مات لا مش مات عشان ارخي بتغطي كمان اوكي ولذلك بعد روكسي سيكس اتلعب احسن نقل على الانجين من بودفينيك ايش ثري نقلة ريئة وهدية ووريني عندك ايه اي فايف خلاص بتخلص من بدء المتأخر وبدفع البيدق في التايم ترابل بودفينيك لعب بيدق كبيدق ودي كانت نقلة مش حلوة لو كان عاوز الابيض الاسود يعاني كان لعب دي فايف وبعد روك بي سيكس عشان الحصان يرجع يبلوك البيدق السالك يعني ما تحطش الرخ لا انت امشي وحط الحصان بعد كده كينج دي ثري والنايت يرجع وبعدين البيدق يقع وبصراحة كده بقى فيه بيدق كامل للابيض زيادة وبفود ان هو بيلعب على مكسب ودفوق اتنين ولكن للأسف في ضغط الوقت لاعب بيدق في بيدق وعليها تلاعب بيدق في بيدق الاول لو انت استعبطت ومش عارف هتتحمي ده ازاي اصلا ملوش حماية فلازم تاكل الحصان قبلك متعلق فلازم تاكل الاول وبعد كده رجع بيدق روك تكسل بيدق واقع ولكن الشكل اصبح يعني اقل تعقيدا من الاول كيش امشي بعيد بعدين كينج اف سيفن وبودفينيك هيكتب نقلة ويحطها في ظرف ويروح بيتهم وانا هاعد بقى في البيت كتال احلل كل الى احتمالات المتاحة ممكن يلعب الابيض ايه هنا تال روح بيتهم وقاعد يفكر كتير هو وصاحبه ازاي يتعادل هذه المباراة واجه في اليوم اللي بعد بودفينيك لعب اي فور دي اللي كان كاتبها في الظرف ومروح روك دي تو كينج اي وان هات لو سمحت وهنا بودفينيك تال لعب روك جي تو ومديها علامة تعجب وبيقول لو انا كنت لعبت اللي كان تال بودفينيك متوقعه قالوا هو روك دي ثري يلعب عليها ذا تريكي موف روك اي فايف هات حصانك تحمي الحصان يدفع اف فور جديد بالذكر انك لو كانت تهديك كيش واخد الرخ تخسر فلازم تتحرك كيش وبعدين تبقى تاكل يأكل بكش وهنا يتخسر رخك يتخسر حصانك تيجي كده تخسر الرخ تيجي كده تديك كش وتخسر الحصان فتفريع صعب جدا فانا ملعبتش روك دي ثري ولكن لعبت روك جي تو ومدي لنفسي علامة تعجب عشان شايفها جمدة جدا روك بي ثري كينج اي سافن طبعا روك بي ثري دي نقلة وكأن الاسود في زاجزوانج اي نقلة يلعبها بتخلي موقفه اسوأ الرخ في احسن مكان فكأنها نقلة انتظارية كده ووريني عندك ايه فلعب بالملك خطوة ونايت جي سيفن تلعبت دلوقتي مما سمحه لتال انه يعمل تضحية تضمن له التعادل تبدأ بنايت تيكس تيكس وياخد البدأ التاني عنده بدائين سالكين يا شباب والتالت هيقع فادي له كيش واحد يقول لي ليه يدي له كيش مكان يحمي بدءه ويلعب على مكسب مع قطعة زيادة وبيدأ سالك اوه اقولك كينج ايه سيكس هات الحصان نايت ايش فايف كينج اي فايف انا اضغط على البيدأ نايت جي ثري حميت اند ايش فايف دروز اميديتلي بتتعادل بسرعة مباشرة انا عايز دي دلوقتي تمشي اكل البيدأ لو كنت انت كمان فانا باكل البيدأ والشكل خلاص صفار فتلعب الكيش غطه واخد البيدأ مقابل البيدأ وكل النقلات الجاية للنقل رقم ستة وسبعين احنا دلوقتي في النقل رقم تمانية واربعين لحد نقل ستة وسبعين لم يعلق عليها تال لانها كانت محاولات باقسة للمكسب لكن مفيش مكسب في هذا الشكل بس انها هوريها لكم كده يعني كل واحد بيحاول يعني يكسر لا مش مكسر طب مش معديلك الملك الملك مش هيبقى اكتف ابدا لاحظا ازاي هو تعادل الشكل ده الملك ما بيعديش مش قادر يشارك في انه يعمل متات والتالي كيش مشي دايما قطع الملك بهذا الشكل وصلنا مفيش الملك ما بيخشش برضو بيحاول يدخل الملك يدي له كيش يمشيه وفي الاخر اتفق في هذا الشكل على التعادل والنتيجة الان عشر ونص سبعة ونص لصالح تال واقتربت السلسلة على الانتهاء ان شاء الله وبدون مقاطعة غدا في حلقة جديدة بس وصلنا النهاردة الف لايك واتمنى لكم التوفيق واشوفكم ان شاء الله على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة